ترجمة نانسي قنقر بتعاون ما بين جمعية الانترنت العالمية وجمعية البحرين لشركات التقنية والمعلومات وورك سمارت لإدارة الفعاليات وفي يوم البحرين للانترنت 2020 تم تسليط الضوء على نمو الانترنت تمشيا مع أهداف جمعية الانترنت العالمية لتؤكد من أن خط الانترنت سيكون مفتوحا ومتصلا عالميا وآمنا وموثوقا به وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نحن فخورون بما كانت مملكة البحرين المتقدمة في مختلف مجالات صناعة المعلومات والاتصالات وخاصة الانترنت والاتصال وبوجه خاص في ظل التحديات العالمية مثل تلك التي نعيشها الآن حيث تم ترسيخ أهمية الاتصال والمنتجات الرقمية والخدمات الإلكترونية ذات الصلة وننتقل الآن إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1313 نقطة بارتفاعا وقدره 27 نقطة عن معدل الأقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 8 ملايين و 436 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليون و 107 ألاف دينار تم تنفيذها من خلال 113 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت جميعها في المنطقة الخضراء وكانت أبرز المتقدمين سوق أبو ظبي للأوراق المالية التي أغلقت على ارتفاعا بنسبة نصف نقطة مئوية تقريبا وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2085 نقطة تقريبا بارتفاعا بنسبة 18 من مئة بالمئة أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3500 نقطة تقريبا بارتفاعا بنسبة 28 من مئة في المئة قال بيتر تيريوم مدير عام الطاقة والمياه والغذاء في شركة نيوم إن مشروع منشأة إنتاج الأمونيا من الهيدروجين يعزز صورة السعودية كمورد موثوق للطاقة في العالم مشيرا إلى أن المشروع سيشكل قيمة مضافة للمملكة خاصة أن الهيدروجين الأخضر أو المنتجات المشتقة من الهيدروجين النظيف ستكون أحد الأشكال المستقبلية للطاقة وقال تيريوم إن هذه الخطوة تأتي في سياق البحث عن أشكال جديدة من الطاقة المستدامة التي ستقود القطاع في المستقبل مع توجهات العالم للتخلص من استعمال الكربون أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على ثلاثة مشروعات تقام بالعين السخنة وأخرى في شرق بورسعيد وأوضح قيام الهيئة الاقتصادية خلال الفترة الماضية بدراسة بعض المشروعات التي تقدم بها بعض المستثمرين والتي من شأنها أن تمثل قيمة مضافة للمنطقة وتحقق الرؤية الاستراتيجية للهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة 2020 و2025 وأشار إلى الموافقة على إقامة مشروع للبتروكيمويات بالعين السخنة وستكون جميع منتجات المشروع مخصصة للتصدير وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بمختلف مراحله ما يقرب من مليارين وستمائة مليون دولار قال وزير المالية التونسي محمد مزار يعيش إن كلفة أزمة كورونا في البلاد قاربت مليارا وسبعمائة وستين مليون دولار نظرا إلى تأثيرها الشديد على الاقتصاد بينما زادت الفجوة المالية في موازنة البلاد إلى مليارين وثمانمائة مليون دولار خلال العام الجاري وأوضح يعيش أن مالية الدولة أضحت في وضع صعب جدا متوقع أن يتجاوز عدز الموازنة خمسة في المئة أما نسبة المديونية فمن المحتمل أن تصل نحو خمسة وثمانين في المئة من الناتج المحلي للبلاد بحسب الوزير التونسي النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل جوجل تقول أن الإقبال على أحدث نسخ أندرويد يفوق كل الإصدارات السابقة أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت رسوما جمركية عقابية بنسبة خمسة وعشرين في المئة على صادرات فرنسية بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار سنويا وذلك ردا على ضريبة فرنسية استهدفت شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أن الضريبة الفرنسية على خدمات شركات الإنترنت تستهدف بشكل غير منصف شركات التكنولوجيا الأمريكية مشيرا إلى أن واشنطن ستعلق تنفيذ قرار فرض الرسوم العقابية حتى السادس من شهر يناير عام 2021 مع استمرار المفاوضات بين الطرفين بما في ذلك الحوار داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية السنوية من السلع الثقافية حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة في عام 2019 مدفوعة بالأرباح في قطاعي الألعاب والشخصيات الخيالية وبلغت تقديرات مجموعة الصادرات الخارجية لحوالي 2500 شركة في 11 قطاعا من قطاعات الثقافة والترفيه في العام الماضي 10 مليارات و400 مليون دولار وتضمنت الصناعات التي شملتها التقديرات الأفلام والبث الإذاعي والنشر والموسيقى والألعاب والرسوم المتحركة والإعلانات والشخصيات والمعلومات وحلول المحتوى المختلفة أكدت شركة جوجل أن نواتيرة الإقبال على تحميل نظام التشغيل أندرويد 10 فاقت مثيلتها في أي نسخة أخرى في تاريخها حيث صادر النظام محملا على 100 مليون جهاز في غضون خمسة أشهر وبهذا أصبح معدل الاستخدام بواسطة مستخدمين جدد أسرع بنسبة 28% من النسخة السابقة من نظام التشغيل وأفادت جوجل بأنها أجرت تغييرات على طريقة تحديث نظام أندرويد بما يتيح تنزيل التحديثات بشكل أسرع بكثير وأحد الأمثلة على ذلك طرح نظام الاقتفاء الذي تستخدمه تطبيقات رصد المصابين بفيروس كورونا في بلدان مثل ألمانيا وإيرلندا